السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد من قناة منوعات هذه القناة ستضمن كل شيء يتعلق بالبرامج التي تستعمل بألمانيا مثل شباركسي اي بي اوتو في كثير برامج تتعلقهم بألمانيا بحاجة الواحد لمعلومات عنها أنه يتعلم كيف يستعملها وإن شاء الله بإذن الله راح أحاول أني فيتكون وقدر الإمكان بهاي المعلومات بإذن الله اليوم أول درس ناخده عن برنامج الشباركسي اللي هو يتعلق بأمور البنك والتحويل وهالقصصي وكل من عايش بألمانيا بظنوا بيعرف هذا البرنامج وعنده فكرة منيحة يعني أنه هذا البرنامج هناك كثير ميزات بالنسبة للتحويل معرفة تقديش فيه بحسابه شو نزل شو طلع شو يعني هناك كثير معلومات بهذا البرنامج وأغلبية الناس بألمانيا تقريبا بيستعملوا هذا البنك بنك شباركسي لأنه بنك جيد وخدماته منيحة وأموره تمام فاليوم رح نتعلم كيف نطلب نعمل حساب البنك تبعك اللي هو بش باركسي بتعمله أونلاين يعني أونلاين أنك تفتح حسابك وانت قاعد بالبيت عن طريق موبايلك تشوف كم رصيد شو راح شو إجاء بدك تحول مصاري لحد بدك تدفع أجار البيت تدفع الكهرباء تدفع أي شيء بديك ياه كله بتعمله عن طريق البرنامج الشباركسي تمام طبعا برنامج الشباركسي فيه إلو اثنين فيه إلو برنامجين البرنامج الأول اللي هو الأساسي بيجي اسمه شباركسي شباركسي لحال تمام هذا بتفتح بتشوف كل شيء بديك ياه عن طريق هذا الحساب وتحويل أي شيء بديك ياه عن طريق هذا الحساب تمام وفيه واحد ثاني اسمه شباركسي بوشتان هذا الشباركسي بوشتان هذا وظيفته بال وتفتح الحساب الأولاين وظيفته فقط أنك أنت تسمح بعملية تحويل من حسابك لأي حساب تاني أو أي شيء بدك تبعته لشركة الكهرباء مين ما كان هذا وظيفته اللي هو الشباركسي بوشتان هذا وظيفته فقط أنك أنت تأكد عملية التحويل أنك أنت اللي عم تبعت هاي الفلوس وموافق عليها تمام هاي وظيفته بس ما فيه أكتر من هيك والاستعماله كتير سهل وما فيه صعوبة ورح حاول إن شاء الله قدر الإمكان أشرح لكم عنه ويلا نتكره العباء الإمكان لو سمحتوا باشتركوا بالقناة وعملوا لايك وإذا بتتكرمون عليناMbشi تعليق معلوماتacağım عن أي شي يريد Pokemon في المنط Jacobs ننتعابون ونتشرح عن أي شي تريد فلا تخذو علينا واشتركوا بالقناة وإن شاء الله تعطو معلومات أكتر مفيدة بإذن الله بألمانيا. يلا خلينا نبليش. هلأ اول خطوة لازم نعملها انت حكون في عندك حساب طبعا فاتح حساب ببنك شباركاسي تمام بس انت لسه مالك عمله اونلاين. فانت لازم تنزل على اي فرع من افرع شباركاسي وتقول له للموظف انه انا بدي اعمل حسابي اونلاين تمام. هلأ بالنسبة اللي بيعرفوا الماني بيعرف شو الصيغة اللي بدي يقول له ياها. وبالنسبة مثلا اللي ما عمدون شوي لسه بالالماني بامكانك يعني بكل بساطة تقول له ايش محتجرني مينا بنك كونتو اولاين ماخر. تمام. فهو خلاص بيلك اوكي اعطيني بطاقة البنك تبعك. ياخد بطاقة البنك تبعك. وبيقول لك تفضل اقعد. تقعد. هلأ في عالم في بنوك تمام تختلف مدينة لمدينة. في بنوك مسلا ما في عليها اكتر ضغط. اه ممكن وانت قاعد مسلا فورا يقل لك نزل برنامج الاشباركاسي على موبايلك بتنزل برنامج الاشباركاسي وبعدين بيقل لك نزل برنامج البوشتان. الاشباركاسي بوشتان حكينا عليه التاني من لا تأكيد التحويل تمام. وممكن فورا يفعل لك الحساب اولاين وانت قاعد فورا تمام. هلأ هو انت اذا قال لك انه اوكي انا رح حول لك فعل لك يا هلأ الحساب هلأ فورا بيقلك اول خطوة بيقلك ياها اعطيني بطاقة البنك بياخد بطاقة البنك بيعبي البيانات هو اللي بدي يعبيها اسمك رقم حسابك هلأمور هاي تمام بعدين بتلاقي بيعطيك الكيبورد تمام تبع الكمبيوتر وبيقلك حط كلمة سر بيقلك حط كلمة سر مؤلفة من خمس ارقام فقط مؤلفة فقط من خمس ارقام بيقلك حط انت كلمة سر انت تحفظها هي على طول حطها بيبالك ما تنساها ابدا تمام هاي كلمة السر اللي بتحطها انت اول وحدة هاي مشان اذا انت بدك تفوت من 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 موبايلك من حسابك بدك تفوت على حسابك اللي حيعمل لك يا اولاين تمام فانت وتجي تسجل دخول من من برنامج بالشباركاسي العادي تمام الشباركاسي فورا بيقلك بيقلك حط كلمة السر طبع حسابك اللي اولاين فانت بتحط كلمة السر اللي هي مؤلفة من خمس ارقام تمام هاي اول خطوة الخطوة التانية ترجع انت بتعطيه الكيبورد بيعبي هو اللي بديها وبيخلص برجع بيفتلك الكيبورد وبيقلك حط كلمة سر انت شو ما بيخطر على بالك حط خمس احرف سبع احرف عشرين حرف كلمة السر اللي انت بدك ياها حطها ولازم يكون كلمة السر هي فيها مسلا تحط مسلا واحد اتنين اه مسلا اي حرف ام اس تمام وتحط بعد من منا مسلا رمز من الرموز اللي هي موجودة بالكيبورد اللي هو رمز مسلا عن علامة دولار علامة الات تبع الايميل هاي الامور كلها ياتا تمام فلازم تحط رمز من هالرموز هاي وبعدين تحط احرف صغيرة كبيرة اللي بدك يا انت تكمل هاي كلمة السر التانية هاي كلمة السر التانية مشان انت تحطها لتفوت على البرنامج مو لتفوت على حسابك الاولاين لتفوت على البرنامج يعني انت بس يفعل لك الحساب تبعاك بتجي انت بقى بدك تحول المصاري بتفتح برنامج اللي شبار كسي تبعاك ويطلب منك كلمة السر اللي هي الاختياري اللي ما قلت لك هاي كلمة السر لحتى انت تحسن تفوت على البرنامج تبع شبار كسي تمام هاي النقطة حفظة فانت بتحط كلمة السر اللي حطيتها اللي هي مؤلفة من عشر احرف عشر ارقام اللي هي مثل ما عملها بتحط رمز وحل كزا هاي بس حطيتها بتفوت بقى انت على الحساب بس تفوت على الحساب بيطلع لك قائمة تانية انا هلا بورجيكم انا رح نعمل خطوة خطوة هلا احنا مع بعض بالصور يعني وارجيكم كيف تمام فبس تفوت انت على ال 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 البرنامج بقوم يطلب منك الرقم السري تبع حسابك اللي هو حطيته انت عبارة عن خمس ارقام بس تحط هذا الرقم السري بتحط الرقم السري بتقول له اوكي بيفوت على حسابك تمام بامكانك انت في كبسة موجودة بال بعد ما تحط قبل ما تحط هذا الرقم تبع الخمس ارقام في كبسة مكتوب انه انت بتحط عليه اشارة صح انه هي انت اه ما يطلب منك مرة مرة تانية هي كلمة السر خلاص انه متفع على انه على طول بس تحط كلمة السر الاولانية تبع البرنامج دخول البرنامج بيمفوط تغري على حسابك تمام بس انا فضل انه تخليها انه انه انت تحط كلمة سر احسابك انت تحط كلمة السر احسابك انت تحط كلمة السر احسابك تمام هذول الطريقتين تمام فانت بس عملت له هاي الطريقتين تمام بيقلك هو ممكن يقلك انه خلاص حسابك الاولاين صار جاهز تمام بيمكانك تفوت عليه للحساب بيعطيك رقم الحساب اللي لازم تحط التسجيل الدخول وبيقلك كلمة السر اللي انت اه حطيتها مشان دخولك على الاولاين كتير سهل يعني نحن عم نشرح الى ممكن واحد استصابه بس هي سهلة ما ما لا صعبه كتير سهلة تمام بس اول مرة مرتين ثلاثة رح تتعذب بس بعدين حت لقيه بقى شغلة كتير سهلة وسلسلة وصعقة يعني وما في عليها اي مشاكل تمام فممكن يفعل لك يا مثل ما عمل لك وانت قاعد موجود انت بمكانك تمام وفي عالم تاني موظفين تاني حسب الفئس هون بيشتغلو في موظفين تاني مثلا بيقل لك انه اوك اعطيني رقم حسابك اعطيني كزا حط كلمة السر ويلتلو ايه بتحط كلمة السر بيقل لك حط كلمة ازستر التاني بيقل لك روح الى واستنى اسبوع الصлейات انا بس يجلي جهي solo يصلك من عنده presents باركسي اه في في بين بيني هو كود هذا الكود مشان انه يفعل لك يسمح انه يفعل لك الاولاين طبعا يعني متل انه بيتطقصوا عنك انه في عليك مشاكل ما في عليك مشاكل امورك بخير خرج تاخد اولاين ولا لا فبيطلب منك انه شو انك انت تروح تستنى اسبوع ليجيك البوست بس يجيك البوست بتروح لعندي الموظف انت مرة تانية بيعمل نفس الطريق اللي شرحت لك ياها بيقول لك حتك المسر بعدين حت المسر تاني بعدين بيقول لك يا الله اوكي خلاص مشي حاله برنامج عندك اشتغل تمام فهي بالنسبة لأول طريقة انت بس عملت هالاجراءات اللي انا قلت لك عليها انا اتمنى ممكن انه تكتبوا يعني يعني كل شي عم بشرحه انا هلا اكتبوا عندك مشان ما انت تنسى تقول والله انه شو قال شو حكا كيف انت سجل خطوة بخطوة احسن لك على ورقة سجلها مشان ما تنسى شي يعني كل شي حكيته سجله من بعد ازناك فهي اول طريقة بالنسبة لطلب انك تعمل حسابك اونلاين تمام انت بس انت حسابك اونلاين ومشي حالك على الاربع عشر وتكون ساعة امورك بخير وكله تمام هلا اول درس احنا هنعملو هاد اللي هو متل ما حكينا درس سيحكي عن اه كيف تفوت على الحساب تمام وكيف انه بيتفعل وتزبط الامور ورح اعمل تحويلة بس المرة رح اعمل تحويلة مثلا هحول اي حدا بديها انا مثلا رح حول له مبلاغ لورجيك كيف الطريقة اللي هي بتصير فيها قصة التحويل تمام فهي بالنسبة لأول طريقة هلا رح نشرح ان شاء الله بالفيديو يعني حورجيك كيف حنفوت على الحساب ونطلع من الحساب كيف تحول وكيف كذا هاي بالنسبة لأول درس بعدين بقى في امور تانية بنعملها حلقة تانية ان شاء الله بنعملها درس تاني فهلا رحورجيكم بالصور ولا تنسونا من الاشتراك الله يكرمكونا اشتركوا بالقناة وعملوا تمام يا جماعة هلا اه هذا هو برنامج الاشباركسي اي رح همدلكون علي الله هذا هو برنامج الاشباركسي العادي تمام هذا اللي بتفوت منه انت وبتشتغل كل شغلك فيه تمام وفي عنا هاد وينو هاد اللي هو محطوط عليلك اشارة اس بوشتان شايفين هذول اتنين معضاء هذا الاساسي هو شباركسي هذا اللي يشغلك كله الاساسي عليه وهذا الثاني اللي محطوط عليه اس بوشتان طبعا هذول البرنامجين بتنزلون عن طريق السوق بلاي تمام كتير سهل بتفوت على جوجل بلاي بتنزل بتقول له شباركسي بنزللك بتنزل هذول الاثنين تمام فهلا رح اشرح لكم كيف في الدخول على برنامج شباركسي الاعادي تمام رح نكس على شباركسي رح يعطينا هي اللائحة تمام بس يعطينا هي اللائحة عم يقل لك مدن زين 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 ان دير اب ان سجد دخولك على البرنامج مثل ما حكينا هون انت شو بتساوي هون بتحط كلمة السر يلي قلتلك عليها اللي هي الاختيارية بتحط عشر ارقام عشرين رقم سبعة اثمانية اللي بدك يا تمام بتحط الكلمة مساري هنحط هلا الكلمة اللي عندي تمام بس حطيت الكلمة اللي بدي سجل دخولي هلا على الحساب تمام بعمل ان ميلدون هلا فات على الحساب تمام وتيفوت على الحساب هون بيطلب منك شايف 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 ميقلك اولاين بانكنك بين تمام فانت هون مطلوب منك انك تحط كلمة السر اللي هي مقلفة من خمس ارقام اللي حكينا عليها انه انت بتحص بتحط خمس ارقام فقط تمام فانت مسلا هون بتحط الارقام انت بتحط الكتابة بتحط الارقام اللي هنة انت حاطتهم تمام ومثل ما قلت لك في زر بتحط عليه اشارة صح اللي هو هاد تمام شايف بين شبايشة يعني حفظ الكلمة السر هاد بس حطيت كلمة السر انت وضغطت عليها وقلت له اوكي بس بتحط كلمة السر الاولانية دخولك على البرنامج اللي حطيناها هي سبعة ارقام عشر ارقام اضعر شوية تمام هون بس حطيت هاي اشارة انت وحطيت كلمة السر وقلت له اوكي خلص ما عطي طلبه منك هاي مرة تانية خلص ما بتنطلب مرة تانية بس دغري بتحط له كلمة السر برانية بفوت دغري على حسابك تمام هلا احنا هون ما بدنا نحفظها مثل ما عطي لكون احسن ما تحفظها فحط انا مساهل كلمة السر لها محطوطة عندي انا تمام وبعطي اوكي بس عطيته اوكي فات على الحساب تمام بس فات على الحساب هون عم قللي بقى انه الحساب عندي تمام اموره بخير تمام هون ازا بتكبس هاي كبسة مثلا هون هون بيعطيك انت شو مسحوب من حسابك شو فايت على حسابك شو طالع من حسابك شو كزا يعني كل شي بيعطيك كل شي حركات صايرة عندك بالحساب شو داخل على حسابك وشو طالع من حسابك تمام فهي الامور كلها موجودة عندك هون تمام هون بس دخلنا على الحساب لحنا نرجع الصفحة الرئيسية تمام اللي هي هي الصفحة الرئيسية نحنا مسلا بدنا نحول المصاري تمام طبعا هاي كلها ميزات تمام لكم بقلكنا عليها بعدين نحنا هلأ بنحول مصاري بنقول له على كلمة هاي اللي هي اوبافايزون تمام اللي هو اوبافايزون نفوت عليها هون عم يقلي بقى حط رقم حساب الشخص اللي انت بدك تبعت عليه اللي هو الايبان تمام وفوق عم يقلي حط النعمة شو اسمه الزلمة بنحط اسمه للزلمة تمام وتحت عم يقلي حط البتغاق اللي هو المبلغ قديش المبلغ اللي بدك تحطه تمام وهي رابع واحدة اللي هي اه فيرفيندوكس تسفك اه فيرفيندونكس تسفك تمام هاي سبب التحويل هاي انه انه بتحط سبب التحويل اللي بدك تحوله تمام مو شرط تحط ازا ما عندك سبب عادي يعني فيك ما تحبيه يعني ما لا ما لا ضروري تمام هون في عندك مكتوب هاي معناته انه انه انت بدك بدك تحط له تاريخ مثلا يتحول فيه للمبلغ اي ما لك شغل فيها ازا تبق تحول فوري تمام وتحت مكتوب اه هاي انه عندك انه انه انت بدك اه تحفظ هاي النتيجة اللي انت هتعملها للتحويل تمام انا مسلا راح حطها اللي مسلا بدي حول لحادة مسلا ادفانس تمام حطيت اسمه مسلا اللي اللي بدي بعضت له انا تمام وهون تحت حطيت الايبان هو رقم الحساب مثلا وهون نفطلد مثلا بدي حول اه اذا نفطلد خمسة يورو تمام خط خمسة تمام وتحت هون بتحط رقم بتحط السبب ازا ما عندك سبب عادي مثل ما اعمل لك ما في داعي تحت سبب وهون بقل له ألس فولاقاش بايشن تمام هون هذا شغلنا كله عم نشتغله باني ببرنامج الشباركسي العادي تمام هلا لاحظوا سو حيصير انا هون راح اقل له هلأ زندن يعني ارسال تمام راح اكبت زندن حولني على هاي الصفحة التانية هاي الصفحة التانية تمام هاي الصفحة التانية عم يقلي تأكد انه كل شي كاتب ومزبوط انه مثلا عم بدك تحول انت الابوفايزونج بدك تحول للشخص الفلاني تمام من حسابك للشخص الفلاني رقم حسابه كذا المبلغ خمسة يورو بتتأكد معلومات كلها مضبوطة انت اللي بتتبعتها بعدين بتكبسته على هاي الكبسة اللي تحت اللي هي يعني انه تأكيد انه انت خلص تمام تأكيد هلا انت بس كبست على هاي الكبسة تمام فورا فورا تكبس عليها فورا بيحولك على برنامج اللي هو الحالو انا ما بدي حول انه ما لهم معيشي هلا بدي حول لهم ما لهم معيشي تمام فورا بس عم برجيك انه الطريقة فانت بس تكبست على هاي الكبسة اللي اكد فيه عند التحويل بقوم دغرب يفتح البوشتان هناك يفتح عندك البوشتان هناك كمان البوشتان بيقلك حط له كلمة سر لدخول البرنامج كلمة السر حطه اذا بدك نفسه نفسه كلمة سر الدخول حطه نفسه كلمة سر الدخول تبع برنامج شجيش باركس اللي هي من سبع ارقام عشر ارقام عشر ارقام عشرين ارقام اللي هي حطه نفسه على البوشتان شان ما تخربت حالك تمام مثلا تفوت عليها تمام ان ميلدونج هون بس تفوت انت يفتح لك على صفحة البوشتان بتلاقي مكتوب عندك هون فوق معلومات ان انت هتحول هاي التحويل تمام وبنفس الوقت هون بالنص بتلاقي مكتوب ست ارقام بالاحمر لون احمر وتحت كمانا يقول لك اوفتخاك 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 انه كمان تأكيد التحويل تمام بتكبس على تأكيد التحويل بس تكبس على تأكيد التحويل وبيعطيك هون فوق ما ترحموا هذا واقف الشاب هو وهذا الكلب بيعطيك اشارة صح انه تم تحويل المبلغ اللي انت بدك تحول تمام الطريقة كتير سهلة يا جماعة وما في صعوبة ابدا وبتمنى ان شاء الله اكون افدتكم بهذا الموضوع واذا في شي نقصكم معلومات او اي شي ما فهمتو اكتبوا لي بالتعليق اه كمان منحاول نعدل الموضوع ان شاء الله تمام اه لا تنسونا من الاشتراك الله يخلكون وعملوا لايك وفعلوا زر الجرس وعملوا كل شي بتكون اشتراك في القناة الله يجزيكم الخير وبشوفكم ان شاء الله مرة تانية درسنا التانية ان شاء الله رح يكون كمان عن برنامج باركاسي بس برنامج باركاسي في له كمان ميزات تانية انه انت مثلا حابب تدفع على شخص معين مثلا بانتظام كل شهر كل شهر بشهره تمام مصاري فيك تفوت كمان تعدلها هاي القصة هون تحط انت اسم الشخص ورقم حسابه وتحط المدة بدك تحوله فيها كل اول الشهر مثلا اوتوماتيك كل اول الشهر هو لحاله بيحول بدون ما انت تفوت او تنسى او تقول والله نسيت ما نسيت انه حوله للشخص او للشركة او كذا وتعرفوا هون موضوع التحويل مع شركات الكهرباء ولا الموبايل ولا اي شي بتعرفوا يعني اللي عايش باومانيا مولابة يعني فاي تأخير لاني ندري بيعملو لك مشاكل وعي وغرامات وما غرامات تمام اتمنى ان شاء الله اكون فدتكون معكم اخوكم محمد مرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة